أهلا بحضرتكم مرة تانية ولسه مستمرين مع حضرتكم في فقارتنا في صباح الخير يا مصر لكن قبل ما نبدأ خلونا نعرف أخبار التقص بالتفصيل أكتر من زملتنا منها منها أي ببسنت مش عارفة إيه اللي بيحصل الدنيا رجعت حرة تاني ليه إيه اللي بيحصل مفروض إن اليومين دول يعني إحنا دخلين بخطة سبتة ناحية الشتاء مش عارفة الأمور بتتراجع ليه إحذر التقص يتراجع للخلف حرة تاني مش عارفة ليه حنقول دلوقتي فضل هيئة الأرصاد بتتوقع إن النهاردة التقص يكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ويكون معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سينة وجنوب الصعيد وبالليل التقص حيكون لطيف على كافة الألحاء في أول الليل ومائل للبرودة في آخره النهاردة كمان حيكون في أمطار متوسطة لغزيرة راعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتة زي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودوميات وفورسعيد على فترات متقطعة كمان فيه فرص أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتة والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسينة وشمال الصعيد على فترات متقطعة خلينا استعرض محضرتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة القاهرة العزمة فيها 29 والصغرى 19 الإسكندرية 27-20 مطروح 27-18 سيوى 29-15 فورسعيد 28-22 دمياد 27-22 الإسماعيلية 29-20 والسويس 29-20 العريش العزمة فيها 29 والصغرى 19 كاترين 26 والصغرى 15 وهي الأقل النهاردة في درجات الحرارة طابة 28-20 شرم الشيخ 32-24 الغردقة 34-22 الفيوم 30-17 بني سويف 31-17 المينيا 32-17 أسيوت صيف رجع تاني ودرجات الحرارة وبتستمر في الارتفاع في وجه الإبلي أحنا شايفين أسيوت 33-18 سوهاج 34-18 قنى 35-19 الأقصر 36-20 أسوان 37-21 والوادي الجديد 35-19 شالتين 32-20 أما حلايب العزمة فيها 31 والصغرى 21 إحنا كده قلنا درجات الحرارة في كتير من عواصم المحافظات نرجع على طول لشازلي وبساند نكمل باقي كلامنا ونكمل باقي فقراتنا تفضل يا شازلي وتفضل يا بساند ورحمة بن سلجم